بالرغم من مخاوف تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا تتواصل في أوروبا إجراءات التعايش مع الفيروس في ظل انحصار أعداد المصابين والوفيات وانتقال بؤرة المرض إلى أمريكا اللاتينية فإيطاليا بدأت فتح حدودها أمام السياح الأوروبيين كما أصبح بإمكان المواطنين التنقل بحرية بين المناطق لكن مع العديد من إجراءات الحماية من جانبها قررت الحكومة البريطانية إقامة جسور جوية مع بعض الدول الأقر تضررا لتجليب العديد من المسافرين الذين يدخلون البلاد الحجر الصحي فيما قامت ألمانيا برفع قيود الصفر مع 31 دولة أوروبية بدءا من منتصف الشهر الحالي يأتي هذا في وقت تتزايد الإصابات بالفيروس في أمريكا اللاتينية إلا أن دولا عدة بها بدأت أيضا اتخاذ إجراءات لتخفيف العزل والتعايش ففي البرازيل والتي تجاوزت عتبة الوفيات فيها 30 ألفا بدأت الحكومة بتخفيف إجراءات العزل في محاولة لحماية الاقتصاد والوظائف رغم مخاوف وتحذيرات العلماء أما الجارة كولومبيا فتجاوز عدد الوفيات الألف بعد أقل من ثلاثة أشهر من رصد أول إصابة وبينما يتواصل انتشار الفيروس سريعا بدأت المكسيك في إطلاق عجلة الاقتصاد رغم ارتفاع الإصابات والوفيات هذا وستقوم سلطات وضع لوحات على منازل المرضى الذين يرفضون عزل أنفسهم في بوليفيا والتي سجلت ما يقترب من عشرة آلاف إصابة فيما تسبب الفيروس في التقارب السياسي في فينزويلا بين نوكلس مادورو والمعارض خوانغويدو والذين أبرم اتفاقا للبحث معا عن أموال لمكافحة المرض اشتركوا في القناة